موسيقى إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن هجوم مكثف بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بضقة ضد المنشآت الأوكرانية وأضافت الوزارة أنها أصابت كل الأهداف المحددة في أوكرانيا والتي تشمل منشآت القيادة العسكرية والطاقة مشيرة إلى أنه تم تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة دينيبرو بيتروباسكا بالإضافة إلى تدمير خمس مستودعات للأسلحة بالقرب من نيكولايف ومن جانبها أعلنت أوكرانيا ارتفاع حصيلة الهجمات الصاروخية الروسية إلى 19 شخصا إضافة إلى إصابة أكثر من مئة آخرين كما كان متوقعاً أتى الرد الروسية على السهداف جسر القرم سريعاً وعنيفاً حيث شنت موسكو عشرات الضربات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف والعديد من المدن والمناطق في مختلف أرجاء البلاد هذه الضربات تشير إلى إمكانية خروج الأمور عن السيطرة ودخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تكاد تكمل شهرها السابع مرحلة جديدة تطيح بقواعد الاشتباك السابقة وتفتح الطريقة أمام هجمات مفتوحة الرد الأمريكي على هذه الضربات الروسية جاء من الرئيس جو بايدن حيث تحدث مع الرئيس الأوكرانية بلودمير زيلينيسكي للأعراب عن تضامن واشنطن مع كييف وبحسب البيت الأبيض فقد أدان الرئيس الأمريكي الضربات الروسية وتعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة كما شدد الرئيس الأمريكي على مشاركته المستمرة مع الحلفاء والشركاء لمواصلة فرض التكاليف على روسيا ومحاسبتها على ما وصف بجرائم الحرب والفضائع في الوقت نفسه تعهد البيت الأبيض بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية بينما تقول موسكو أن الدعم العسكري الأمريكي لكييف يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ضرب كييف رسالة روسية بأن العودة لخيار إسقاط نظام زيلينيسكي الذي طرح في بداية الهجوم الروسي لا يزال قائما وأن بإمكان موسكو تفعيله متى أرادت لكن سيتحتم عليها تحمل العواقب قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تهاجم حاليا منطقة فينيتسا واسف البلاد بطائرات مسيرة لتدمير البنية التحتية الحيوية وأفادت الهيئة بأن القوات الأوكرانية صدت خمس هجمات في اتجاهات خاركييف وخيرسون كما قصفت مركزا للقيادة تابعا للجيش الروسي أوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا أن روسيا قصفت محطة لتوليد الكهرباء الحرارية في فينيتسا دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف إلى عدم تدخيم موضوع التهديد النووي لبلاده بشكل مصطنع وقال لفروف تعليقا على تصريحات غربية بشأن ضربة نووية محتملة من جانب روسيا قال إن سياسة روسيا النووية ستكون بشكل دفاعي فقط وبهدف الردع لافتا إلى أن روسيا لا تقبل تهديدات الغرب فيما يتعلق باستخدامها المحتمل للأسلحة النووية يأتي هذا فيما شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيردي رياكوف على أن تنامي التدخل في الصراع الأوكراني سيدفع روسيا لاتخاذ إجراءات مضادة مناسبة وغير متكافئة هذا وقد قام وزير الدفاع الروسي سيردي شويدو بزيارة لإحدى منشآت التدريب بالمنطقة العسكرية الغربية الروسية وأظهرت لقطات فيديو وزير الدفاع الروسي وهو يتابع تدريبات لجنود الاحتياط الذين تم تعبئاتهم مؤخرا وهم يتدربون على إطلاق النار كان شويدو قد أعلن في الرابع من أكتوبر عن تجنيد أكثر من 200 ألف شخص من أطل 300 ألف حتى الآن تجنيين 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 اشتركوا في القناة